منذ شهر يوليو من العام الماضي يخوض نادي قضاة اليمن صراعاً ضد قرارين صدراً عن مجلس القضاء الأعلى بتعيين أكثر من أربعمائة شخص في السلق القضائي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية ودون أن يكونوا قد تلقوا التأهيل القانوني المناسب عبر المعهد العالي للقضاء وهو البوابة القانونية الوحيدة للتعيين في السلق القضائي بعضهم كانوا يعملون في المحاكم القضائية وفي ديوان وزارة العدل وآخرون في النيابة العامة ومكتب النائب العام ومواقع إدارية في جهات قضائية أخرى وآخرون لم يشر قرار تعيينهم إلى أي خلفية وظيفية سابقة لهم عملية تجريف القضاء وانتهاك حرمة الوظيفة القضائية ليست وليدة اليوم بل إن تجمعات عرقية وسولالية عملت على احتكار الوظيفة القضائية لصالحها منذ أمد طويل نادي قضاة اليمن أعلن رفضه لهذه القرارات وأصدر بيانا عد فيه هذين القرارين تعديا سافرا يطال القضاء باعتباره السلطة الضامنة للحقوق والحريات وانتهاكا للدستور والقانون وتجاوزا لمبادئ النزاهة والشفافية ووضعا للوظيفة القضائية محل عبث وتوزيعها كمنح وهدايا دون اتباع القانون وذلك من خلال تمرير قرارات بقرابة خمسين درجة قضائية صدرت بن صنعاء وما يقارب من أربعمائة درجة قضائية تم محاصصتها للنافذين في القضاء بعدا وفي منتصف ديسمبر الماضي وجه النادي رسالة لمجلس القضاء الأعلى طلب فيها إعادة النظر في القرارين رقم ثمانية عشر وتسعة عشر لسنة الفين وتسعة عشر بحيث يشمل الموظفين الإداريين الذين تمرسوا في العمل لمدة طويلة والحاصلين على مؤهل في الحقوق أو الشريعة والقانون وأن يتم إجراء المفاضلة النزيهة فيما بينهم ومن ثم يتم تأهيلهم بالمعهد العالي للقضاء وفقا للقانون ثم يتم ضم من ينجح منهم للعمل بالنيابة العامة وفي بيان صدر عنه في الأول من يناير قال نادي قضاء اليمن إن قيادته لم تحصل على أي رد حتى لحظة إصدار البيان ما دفعها إلى رفع دعوة إدارية لإلغاء هذين القرارين نظرا لاجتمالهما على عيوب توجب إلغاءهما سكرتيرة نادي قضاء اليمن القاضي رواء مجاهد تعرضت بسبب موقفها الرافض للقرار لحملة تهديد وتشهير وصلت لدرجة تهديدها برسائل مباشرة احتوت على نغمة انفصالية على الرغم من التزامها بالقانون وسلوكها الطريق القضائي للطعن في القرار وقبل أن يفصل القضاء الإداري في هذه الدعوة يظل السؤال مطروحا لماذا أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا بتعيين أربعمائة موظف بعضهم لا يحسن الإملاء بينما يتجاهل وجود دفعتين من خريجي المعهد العالي للقضاء ينتظرون قرار تعيينهم منذ عامين ترجمة نانسي قنقر